موسيقى رجعنا لي حضراتكم من جديد موعدنا الآن مع الفقرة الخاصة بالقراءة العامة والمتخصصة في الصحف اليومية وأبرز عنوين الصحف بيشرفنا في الستوديو وضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي صباح الخير على حضرتك في البداية هنبدأ بجريدة الأخبار وأول خبر معنا نهاردة أنه السيسي ورئيس وزراء المجر يبحثان التعاون المشترك والملفات الإقليمية والدولية عايزين نعرف من حضرتك إيه أبرز الملفات اللي هتكون على مائدة الحوار لا المجر بالنظر مصر بلد مهم علاقات قديمة من سنة 28 فيه علاقات مع المجر نحن أول دولة في المنطقة بتعمل تبادل دبلوماسي لنا صفرة في المجر من سنة 57 كانت من دول الكتلة الشرقية وطبعا لنا كان لها علاقات قوية في الخمسينات والستينات لما سقطت الكتلة الشرقية وانضمت الاتحاد الأوروبي في 2004 كان لنا اتفاق اقتصادي وعلمي وفني في 2007 أول مرة تجتمع اللجنة المجرية الأولية المشتركة كانت في 2008 ما اجتمعتش تاني لغاية ما اجتمعت في 2015 بعد كده 2018 وديني المرة الرابعة تبادل التجاري الحمد لله في تصعود 408 مليون دولار العلاقات حتى الشعبية يعني المصريين يعرفوا أشهر مدربي كرة القدم في الناد الأهلي جستر هيدوكوتي أكتر من راجل أعمال تولى رئاسة الناد المصري فجاب لهم أحد أهم العابة الكرة القدم في العالم كابتن بوشكش كمدرب اللي احنا عندنا بقى القطر يعني كان أشهر قطر في مصر اسمه القطر المجري دخل سنة 67 الخدمة قعد 19 سنة استبدل في 86 بالقطار الأسباني رجع تاني في 2011 القطر المجري باتفاق مع الشركات المجرية وبعد كده خلنا في عودة أصلا تب شكل العلاقات بقى في الفترة القادمة وتطورها احنا أغلب الملفات متفقين علينا حتى في تعاون في مجالات متخصصة يعني في المجال السياسي اتفاق شامل تقريبا الأضايا الفلسطينية الأضايا العربية الأضايا الدولية حتى الحرب الأوكرانية لكن على مستوى الحاجات المتخصصة اللي مصر اهتمت بها الفترة الأخيرة مجال البيئة لينا تعاون مجال المياه لينا تعاون ومجال الهجرة غير الشرعية لينا تعاون ومجال مكافحة الإرهاب لينا تعاون علاقات تاريخية ومستمرة في المستقبل على الأرض يعني خلناها محل تشابك اقتصادي وتشابك مالي لأنه كمان المصرين حتى حتى المصرين في المجر بيحاولوا في حدود مبلغ قليل بس في تحولها تعدى 3 مليون دولار عندنا 40 ألف ساعة مجالي كانوا السنة اللي فاتت طيب برضو من نفس الجريدة جريدة الأخبار هناك خبر في الصفحة الخامسة النواب يواجه وزيرة التضامن ب166 أداء رقابية تعليق حضرتك على هذا الخبر والله أنا من الدعين دايما لأنه المجلس النيابي يمارس دوره الرقابي بالإضافة لتشريع على الأرواع ما يكون يعني الحمد لله مش بالضرورة تبقى سيدة الوزيرة يعني فيه تأثير لكن ممكن تبقى فيه ملاحظات حدك عارفة طبعاً الأدوات الرقابية بتبدأ من السؤال وتفترض تصعد طلب مناقشة عامة طلب الإحاطة الاستجواب لجانب نتقص الحقيق لغاية طلب البحث أو حجب السقة عن وزير من وزراء أو حتى الحكومة لكن إحنا قدام عدد لا بأس بي من الأدوات 166 أو حتى 168 طلب ده معناه أنه أداء الوزارة تحت عين المجلس النيابي وده معناه أنه أداء الوزارة تحت عين الشعب نفسه وده بيخدم المواطن في الآخر وحياة صحية طبعية ممكن تبقى حدك عارفة سيداليا جهات الإدارة الوسيطة من المدرين العموم ونازل ممكن يبقى فيه بعض الملاحظات ده بنعاكس سلباً على بعض المستحقين ممكن تكافلوا كرامة في المستحقين لا يصلهم للدولة مخصصة ممكن غير المستحقين بياخدوا للدولة مخصصة مش مشكلة إنه يبقى فيه ملاحظات المشكلة أو الأهم إنه الملاحظات دي تبقى محل رعاية الفتر اللي جايه وتختاف إن شاء الله نروح لي جريدة الوطن أول خبر معنا إنه التحالف الوطني يقدم 200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية طبعاً التكنولوجي هو ده دلوقتي السائد وهو ده محط اهتمام العالم وهو ده سوء العمل القادم بمهاراته الجديدة فشايف حضرتك إنه النوع ده من المنح إزاي ممكن يثري من مهارات الطلاب ومهارات المتقدمين وسوء العمل في نفس الوقت وهو توجه الدولة المصرية عموماً لأنه فعلاً إزاي محطك بتقولي ده سوء العمل اللي جاي وده اللي مصر هتحتمد عليه الفترة المقبلة عمد لله عندنا يعني ما شاء الله نمسك الخشب 26 ألف طالب لتحقب الجامعات السنة دي عدد الطلبة اللي دخلوا الجامعات الخاصة والأهلية أكثر من 71 ألف طالب عندنا 11 جامعة تكنولوجية 12 ألف طالب اللي تحقوا فيه فيه جهات تانية يعني شوفي جهده مشكور من التحالف الأهلي 200 طالب في 10 ألف جنيه بتبقى لبعض الطلبة حاجة في منتهى الأهمية فيه قدرات بتبقى مش مكتملة طلبة إلا دارس ولا طلبة جامعات؟ طلبة جامعات بيبقى عندهم قدرات مش مكتملة لكن عندهم الكفاءة والموهبة عندهم المجموع العالي عندهم التوجه لدراسة العلوم التكنولوجية بكافة مجالاتها من الطباعة للتغذية ورغباتهم الحقيقة برغباتهم متجهة لهذا المجال بالزبط فلما توفر لهم فرصة استكمال تعليمهم في هذا الاتجاه احنا عندنا في دول بس يعني في بنك فصل بيعمل بنك ناصر بيعمل بيارع بعض الطلبة دول بس عندنا بتين طالب لو احنا طلعنا بعيشين عالم في الآخر يبقى مصر مستفيدة جدا طيب ننتقل برضو للصفحة الاولى من الوطن انه بعنوان القاهرة والدوحة تعاون شامل ما هي اوجه التعاون الشامل؟ لا تعاون كيف تشوف مصر بتعمل اي حاجة فيها فيدة شعب المصري وفيدة شعب العربي وعشان كده تلاقي على مستوى اللقاءات تقريبا لم تنقطع احنا عندنا اكتوبر 2021 كان في دكتور رانيا المشاط مع السفير سالم بن مبارك الشافي السفير قطر في مصر في يونيو في مارس كان رئيس الوزراء دكتور مصافة مدبولي مع وزير الخارجية القطري بتكلم على الاستثمارات المشتركة والعامة المشتركة اللي هو الكلام ساعتك على الخمسة مليار دولار في يونيو عندنا لقائين وزير المالية مع وزير المالية مرتين مرة في قطر ومرة في شرم الشيخ وعندنا الفريق اسامة ربيع السابل برضو السفير سالم بن مبارك في قناة السويس وشاف المنطقة الاقتصادية اللي هناك عندنا زيارة للسيد الرئيس في سبتمبر كانت في الدوحة التقى بالامير تميم ووقعه وذكرية التفاهم وصم التقى او ضرور ربطة رجال العمال القطريين في مقار السيدته في الدوحة في اكتوبر كان فيه لقاء على هامش مؤتمر الصناعة وكاس العالم وبعد كده الغت ما وصلنا فيه فبراير الماضي ده كانت الدكتورة هالة سعيد في قطر من اجل السسمار السسمارات طبعا متجاوزة يعني عايز اقول لحضرك في الخمس سنين اللي فاتوا واحدة تسعة من عشر مليار دولار منهم خمسمية وطمانتاش وثلاثة من عشر 2021-2022 لوحدها في الزيادة طبعا بتزيد عن السنة اللي قبلها كان خمسمية وثلاثة وتسعة من عشر يعني عندنا مليار دولار في السنتين الاخرين والتسعة من عشر تقريبا في الثلاث سنين طبعا اللي كان فيهم كورونا وخلافه عندنا التبادل التجاري زي في اول 11 شهر في 2020 كان 80 مليار دولار واحد من عشر كان السنة اللي قبلها 45 ونص يعني عندنا زيادة 76 وثلاثة من عشر في المية فالارقام بتتكلم عندنا 300 الف مصري طبعا بيحاولونا في حدود واحد ونص مليار دولار كان السنة اللي قبلها واحد ثلاثة من عشر مليار دولار وده معناه ان كل الارقام ماشية في اتجاه تصاعد طيب نروح برضو اخيرا لي جريدة اليوم السابع جريدة اليوم السابع بعنوان وطبعا كل سنة وكل المصريين بألف خير وبألف سلام سيناء تعيش عيد التحرير من الارهاب وعصر التنمية احنا ده طبعا ملحمة لازم تتسجل ولازم تتكتب طبعا بأحرف من نور لان احنا عندنا طلاق الجيش والشرطة قدموا يعني بطولات استرائية حدثك فاكرة سيد داليا كان عندنا كل ثلاثة عمليات عملية ثلاثة يام عمليتين ارهابيتين بين تفجير لغم او الهجوم على كمين او اطلاق رصاص او عمليات انتحارية اليهار ده الحمد لله وصلين الى صف كانت حربين حرب تنمية وحرب طبعا تنظيف سيناء كويس نك قلتلنا لان في نفس الوقت اللي احنا متكلم فيه على ده ده عملنا رفح الجديد 10400 ماسكن خططنا بقير العبد الجديد 2600 فدان عملنا شارع بورس عيد واحدة من اكبر مدن في مصر تلتة تقريبا بعد العاصمة والعالمين ل23000 فدان عملنا ال21000 فدان المزارة السمكية لو تنزل تحت عملنا سحارة سورابيوم تنمية شامل اربع نبيب كبار اربعة خطر 420 متر رحين يزرعون يعني افق 400 الف فدان عملنا قلت الامل 3500 فدان اللي توزعت على شباب الخردجين عملنا الاسماعيلية الجديدة اللي هي 2328 فدان اللي هما 57000 واحدة سكنية اتعامل اشتغل فيها 8000 اعامل مهندسة ومحاسب في 200 شركة مدنية وزعت علوم الهيئة الهندسية للشغل عملنا مطر المليزي الدولي اللي هو على بعد 90 كيلو متر وده الحقيقة يا سيد احمد في وقت قصير وقت قصير وقت اللي حضرتك بتكلم عنه وقت القتال والحرب مع الارهاب بشكر حضرتك كتير جدا الاستاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي على تحليل ابرز العنوين للصحف طبعا للنهاردة بشكر حضرتك كتير جدا ترجمة نانسي قنقر